بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ في مادة التحليل الاقتصادي الكلي بالنسبة لبعض الفصول اللي كانت نقصنا الفصل الرابع وده بيتكلم عن التقييم الاقتصادي للمشروعات الفرقة الاولى بالفصل الدراسي التانية اول حاجة عاوزيني نعرفها مفهوم التقييم الاقتصادي للمشروعات التقييم الاقتصادي للمشروعات هو عبارة عن دراسة اثر المشروع على بعض المتغيرات الاقتصادية المختلفة زي الدخل القومي انتاجية العمل العملات الاجنبية نحن عاوزين ندرس المشروع الاقتصادي هل هو ليه اثر ايجابي ام اثر سلبي بالنسبة للدخل القومي وانتاجية العمل والعملات الاجنبية وفي عندنا مجموعة من المعايير للتقييم الاقتصادي للمشروعات اهم هذه المعايير الربحية القومية او العائد الاقتصادي. بالنسبة للعائد الاقتصادي او الربحية القومية ده يتمثل في الفرق بين التكاليف من وجهة نظر الاقتصاد القومي والمنافع الاقتصادية القومية التي يخلقها المشروع. وهذا المعيار بيتم استهدامه للمفاضلة بين مشروعين مختلفين. عايزين نحدد هل المشروع منافعه الاقتصادية اكثر من تكاليفه ام لا من وجهة نظر المجتمع. ويتم حساب العائد الاقتصادي المشروعات من خلال الاعتماد على بيانات الربحية التجارية. حيث اننا هيجي لتمرين في بيانات خاصة بالربحية التجارية ودي ربحية تجارية من وجهة نظر المستثمى. هنعمل بعليها مجموعة من التغييرات والتعديلات عشان نقدر نوصل للربحية القومية. اللي من خلالها نقدر نحسب معدل العائد الاقتصادي. وذلك على النحو التاني. اول حاجة بالنسبة لقيمة الصادرات. لو المشروع بتاعنا هو مشروع مخصص للتصدير. انه ينتاجه كله مخصص للتصدير للخارج. فطبعا اه المستثمر بيسجل صادراته اه بالنسبة للربحية التجارية بتاعته بيسجلها بالسعر الرسمي المعلن للعملة. اه وليس السعر الحقيقي. فايزا لو احنا جينا نحسب الربحية القومية عشان نحسب قيمة الصادرات لازم نحسبها بالسعر الحقيقي للعملة وليس السعر الرسمي للعملة. فلو جي السعر الرسمي كان اكبر من السعر الحقيقي للعملة فده معنا ان المستثمر هنا بيسجل صادراته بقيمة اعلى من قيمتها الحقيقي. ولذلك لما نيجي نسجل قيمة الصادرات من وجهة نظر المجتمع او الدولة يجب ان احنا نسجلها بالسعر الحقيقي للعملة ويجب نخفض قيمتها ازا كان السعر الرسمي اكبر من السعر الحقيقي. بالنسبة لرسوم الانتاج اي تكاليف او رسوم بيتحملها المشروع هزي الرسوم المستثمر طبعا او المشروع بيسجلها اه كتكاليف واجبة الخاص بيخصمها من اه العائد بتاعه. ولكن من وجهة النظر فان هذه الرسوم تعتبر ايراد من وجهة نظر الدولة. ولذلك عند استساب الربحية القومية لابد ان احنا اه ما نهزفش او ما نخصمش رسوم الانتاج من وجهة نظر المجتمع. بالنسبة للضرائب تعامل نفس معاملة رسوم الانتاج. الدرائب دي تمثل تكاليف واجبة الخاص من وجهة نظر المستثمر. فالمستثمر بيكون خاصمها في الربحيات التجارية. ولكن الدرائب بالنسبة للدولة تعتبر ايرادات ولذلك لا يتم خاصم هذه الدرائب عند حساب العائد الاقتصادي. بالنسبة لتكلفة الخامات المستوردة. نفس الكلام اي مواد خام بيتم استراضها من الخارج. المستثمر بيسجلها بسعر الصرف الرسمي. المعلن للعملة. ولكن عند احتسابها اه في جبحية القومية من وجهة نظر الدولة لابد ان احنا نسجلها بالقيمة الحقيقية او سعر الصرف الحقيقي للعمل. والاعانات لو الدولة اديت اعانة اه لاي مشروع اه اقتصادي فالاعانة تمثل ايراد من وجهة نظر المستثمر. فالمستثمر ده معناه ان التكاليف عنده تعتبر مخفضة. ومتسجلة بقل منقيمتها الحقيقية. والاعانة بالنسبة للدولة عند احتسابها لابد ان الاعانة او الدعم لابد من خصمها من ضمن التكاليف عند احتساب الربحية القومية من وجهة نظر الدولة لان الاعانة تعتبر مصروف من وجهة نظر الدولة. اه بعد ما بنحسب ونعمل التعديلات على الربحية التجارية الخاصة بالمشروع عشان نوصل لربحية القومية يتم احتساب معدل العائد التجاري ومعدل العائد الاقتصاد. والعائد التجاري ده بيساوي صاف الربح التجاري بنقسمه على رأس المال المستثمر في مية. والعائد القومي بيبقى عبارة عن صاف الربح القومي على رأس المال المستثمر في مية. واذا كان العائد الاقتصادي اكبر من العائد التجاري فيمكن القول ان المشروع ما تكسبه اكتر من وجهة نظر المجتمع. بعد ما نحتسب معدل العائد الاقتصادي معدل العائد التجاري نقارنهم ببعض. لو المعدل العائد الاقتصادي اكبر. فاذا هذا المشروع مفيد ويقبل المشروع طالما ان العائد الاقتصادي اكبر من العائد. وذلك عن طريق احتساب الربحية القومية. هذا الربح التجاري هو من وجهة نظر المستثمر. فاحنا عايزين نحسب الربحية القومية من وجهة نظر الدولة. هنجري بعض التعديلات على هذا التمريد. نجري ازاي بعض التعديلات? ان هو بيقول لي هنا انتاج هذا المشروع مخصص للتصدير. وهذا يعني ان قيمة الصادرات او العائد بالكامل يكون عن طريق سعر الصرف. لان كل المشروع مواجه انتاجه للخارج للتصدير. وجي قال لي ان فيه معلومة تانية ان سعر الصرف الرسمي اقل من السعر الحقيقي بنسبة اربعين في المية. فهذا يعني ان المستثمر يسجل العائد بتاعه بالسعر الرسمي وهو اقل من كنته الحقيقي. ولذلك عند احتساب العائد لابد من زيادة الفرق بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي. فاجب ان احنا نزود نسبة الاربعين في المية اه على العائد او الارادات الخاصة بالمستثمر عند احتساب الاربحية القومية. وذلك عن طريق تاني. هو كان في عائد خاص بالمستثمر كان حاطة الف مليون جنيه. فاحنا لازم نزود اه الاربعين في المية بقى نضرب في مية اربعين عالمية يديني الف وربعمية مليون جنيه. فيبايزا قيمة الارادات الحقيقية هي الف وربعمية مليون جنيه. بالنسبة للبند التاني المواد الخام. هي مسجلة بنتين مليون ولكن في المعلومات قال ان المواد الخام في منها مية مليون خامات مستورات. ازا طالما اي شيء بيتم الاستراضه او تصديره فالمستثمر بيسجله بالسعر الرسمي. وبما ان السعر الرسمي اقل من السعر الحقيقي. فلذلك يجب زيادة قيمة الاربعين في المية اللي هي الفرق بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي. فاذا المية مليون المستوردة لما نيجي نحتسبها يبقى ازا هنضرب في مية واربعين عالمية ديني مية واربعين مليون جنيه. ده اللي هو القيمة الحقيقة. زائد ان ده معا ان فيه اه مواد خام محلية اللي هي المية مليون البقية يبقى ازا قيمة المواد الخام او تكلفة المواد الخام بالكامل هتبقى مية مليون جنيه. بالنسبة للضرائب. هو طبعا ما تسجل في الجدول في المسألة او في التمرين. المشروع اه دافع ضرائب بقيمة معينة والضرائب تعتبر ايراد من وجهة نظر الدولة. لذلك لما نيجي نحسب الربحية القومية الدرائب هنحطها بصفر. فلا يتم خصم هذه الدرائب كتكاليف من وجهة نظر الدولة. اجور العمال هو قال ان المشروع بيساهم في خفض البطالة بنسبة 25% اذا هذا يمثل او يعتبر ان المشروع مفيد على المستوى القامل انه بيوفر فرص عمل. ولذلك لما نيجي نخسم تكلفة الاجور من وجهة نظر الدولة لابد ان احنا نخسم نسبة 25% اللي ساهم المشروع فيها. فاذا كان تكلفة الاجور الامال 200 مليون. لما نيجي نخسم هنقول ناقص 25% من 200 مليون. يبقى اذا تكلفة الاجور الحقيقية تبقى مية وخمسين مليون. وبعد ذلك وبعد الاخذ في الاعتبار هذه الملاحظات يجي تحديد ربحية تجارية كما يلا. بالنسبة للعائد او الربحات التجارية دي البيانات الموجودة في المسألة نفسها والتمرين بنحطها زي ما هي وصفر الربح التجاري تلتمية وخمسين. الربحية القومية بعد التعديل احنا عدلنا العائد بقى الف وربعمائة مليون جنيه. وهذه تكلفة المواد الخام بالمئتين واربعين. وجلو العمال الجديدة مئتين وخمسين. هنحط مصروفات البيانات التوزيع زي ما هي ستين مليون والاهلاك اربعين مليون والفواية خمسين مليون. والضرائب قلنا طالما ان الدرائب آآ تمثل اراد آآ من وجه نظر الدولة فلا يتم خصمها ضمن التكاليف. ولذلك اجمال التكاليف آآ خمسمائة واربعين مليون وصفر الربح القومي تمنمية وستين مليون. وبعد ذلك يتم استعدام صفر الربح التجاري وصفر الربح القومي النهائي لاحتساب العائد التجاري والعائد القومي. ما يليه. العائد التجاري بنسب صفر الربح التجاري على رأس المال مستثمر في 100. 350 مليون على 900 مليون ودي مواطع في التمرين في المعلومات. ان رأس المال مستثمر تسعمية مليون في مية هيديني تانية وتلاتين وتسعة من عشرة في المية. العائد القومي صف الربح القومي على رأس المال مستثمر في مية فصف الربح القومي احنا تم احتسابه في الجدول السابق تمنمائة وستين مليون على تسعمية مليون في مية يديني خمسة وتسعين وستة من عشرة في المية. وبعد ذلك بنقارن العائد القومي خمسة وتسعين وستة من عشرة بالعائد التجاري تمانية وتلاتين وتسعة من عشرة. فازن العائد القومي اكبر من العائد التجاري. لذلك في المشروع يحقق مكاسب افضل من وجهة نظر المجتمع والمشروع مجبول. شكرا وانتهى الفصل. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.